بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قبل أن نبدأ نبشر إخواننا بما يسره الله تعالى من النصر في هذا اليوم المبارك فتم بفضل الله سبحانه وتعالى تحرير كل القبال التي كانت حول قعطبة مطلة على نقي المريس وهكذا استولى إخواننا على معسكر العللة وما حوله من القبال وحمر وهكذا جهة العبارة تعتبر كل قرى العبارة أو أغلبها إلى الآن قد أخذها إخواننا بقي بعض أماكن يسير جهة الخط والسولى لإخوة أيضا على الخط الذي هو مدد الحوثيين من إب وهم الآن عليه وفي عدة أماكن والفضل لله سبحانه وتعالى وحده فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ونشكره ونسأله جل وعلا مزيدا من نصره ونسأل الله جل وعلا أن يثبت إخواننا المقاتلين وأن يعينهم وأن يربط على قلوبهم والرافضة مكسورون إنما هي مكابرة يتون بعض الأسلحة الثقيلة إذا أرادوا يضربون بها على مكان وإلا فهم مكسورون اليوم يفرون فرارا قبل الفجر وكل هذه المواقع معهم وما صلى الناس الظهر إلا وقد تحررت كل هذه الأماكن بفضل الله جل وعلا فنوصي إخواننا المقاتلين بالثبات نوصي إخواننا أيضا أهل القرى أهل القرى حجر وما حولها ألا يلتفتوا لإرقاف الحوثيين وأن لا يبالوا بهم وأن يحملوا عليهم حملة رجل واحد فالآن هم يحاولون الكر في جهة حجر وجدوا أماكن مفتوحة فأرادوا أن يشكلوا ضغطا في ذلك المكان فنوصي إخواننا في تلك المناطق نوصيهم بالتكاتف وبالتعاضد وليلة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا حصل منهم تعاون وتكاتف وتعاضد سيندحر العدو بإذن الله تعالى إلى أبعد مما كان فهم مقهورون فهم مهزومون لأنهم على باطل حليفهم الشيطان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فالله ولي المؤمنين والرافضة وليهم الشيطان المؤمنون يقاتلون في سبيل الله والرافضة يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله إن كيد الشيطان وجنود الشيطان ضعيف لا يقف أمام أناس يتقوون بقوة الله ويعتزون بعزة الله لما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم وجعل يقول لنا كذا وليس لكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه الله مولانا ولا مولا لكم فالله مولانا ولا مولا للرافضة والله ناصرنا ولا ناصر للرافضة والله تعالى مؤيدنا ولا مؤيد للرافضة فالله الله في عدم الإرقافات وعدم نقل الأخبار والقيل والقال والله الله في الثبات ثبات مجموعة من الأفراد يثبت الله تعالى به بلدا ساعات يعزم فيها المقاتلون المجاهدون السنيون الأبطال على مواقع وبفضل الله وعونه وتأييد لا تمر ساعات إلا وقد تحررت جميعها من الرافضة الأنجاس وهم يبقون الأيام والأسابيع يدوكون حول قرية حول منطقة فعلى الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعلموا أن الله تعالى معهم وأن الله تعالى مؤيدهم فهذا نصر الله هذا نصر من الله يتصل بنا الإخوة قبل قليل من العبارة قالوا لم يبق إلا بعض القرى اليسيرة كل قرى العبارة تم تحريرها بفضل الله إلا شيء يسير جهة الخط يلتقي الآن هم والذين جاءوا من معسكر العللة سويا إن شاء الله وهكذا الجبهات الواقفة التي بعضهم مغفية تحرك وبإذن الله تعالى لا بقى للحوثية هكذا إخواننا الذين في المناطق التي سيطر عليها الحوثي نوصيهم أن يستعينوا بالله جل وعلا إلى متى يبقى الحوثي يغرف من أبناء المسلمين إلى المحرقة بعض مناطق كثير مناطق سنة مناطق إب مناطق تعز وما حول كلها مناطق سنة والحوثي يغرر بالناس إلى متى يبقى الحوثي يزج بأبنائكم إلى المهلكة الذين قتلوا في يوم الجمعة من الحوثيين والذين أسروا منهم أكثرهم لا يقاوز عشرين سنة سبعة عشر ثمانية عشر سنة بل بعض الأسراء قال لإخواننا جعلوا في غرفة لوحده قال لا تجعلوني غرفة وحدي أنا أخاف أنام وحدي أفزع أنام وحدي صغير يخاف أن ينام لوحده يأخذهم الحوثيون إلى المعارك فلا يرجع منهم أحد فإلى متى يظل الناس على هذه الحال إلى متى يصبرون على هذا الظلم على هذا البغي على قثل الأطفال وتشريدهم على أخذهم من المدارس والأسواق والتغرير بهم والله لو قاموا وقاتلوا الحوثي ما خسروا عشر هذه الخسائر التي يخسرونها الآن بإلزام الحوثي لأبنائهم في القتال إلى متى يبقون الحوثي عدو لليمن كله عدو لأهل صعده عدو لأهل صنعاء عدو لأهل ذمار عدو لكل المناطق فإنه أدخل أبناءهم إلى المهلكة أدخل أبناءهم إلى المهلكة شباب بعض في سن الخامس عشر السادس عشر يخاف ينام لوحده يأخذ الحوثي إلى المعارك فالله الله في الوقوف ضد هذا العدو طهروا اليمن منه استعينوا بالله إخوانكم نبشركم في هذه البلدان في نصر في تأييد من رب العالمين يقررون عليهم ببعض المجالس وبعض الزوامل وبعض المسموعات وخرجوا يقاتلون معهم فإلى متى يظل الناس على هذه الحال يغرف الحوثي من أبنائهم مرتع خصب مرتع خصب يغرف منه ما شاء لو قاتلوا الحوثي وقفوا في وجههم ما خسروا عشر هذه الخسائر كما قال بعض إخوانا قال يأخذونه رجلا ويردونه صورة كذا فقط يأخذوا الرجال يردون صور ما يرجع منهم أحد ونوصي إخوانا المرابطين أيضا في الثقور نوصيهم بالصبر نوصيهم باحتساب الأقر وليعلموا أن الله تعالى يعز بجهودهم الإسلام أقسم بالله أن هذه المعارك عز للإسلام وإذلال للرفض عز للإسلام فليحتسبوا الأقر من الله جل وعلا وأن وقوفهم إعزاز للإسلام تثبيت للإسلام فإن ملة الرفض تسعى في طمس ملة الإسلام إن ملة الرفض تسعى في تبديل عقائد المسلمين وعباداتهم وأخلاقهم وأحوالهم فثبات المقاتلين تثبيت للإسلام ودفاع عن هذا الدين العظيم فاحتسبوا الأقر أيها المقاتلون وارجوا من الله جل وعلا الثواب لا تطمعوا في أموال لا تطمعوا في مناصب ولا رتب لا تطمعوا في شهرة لا تحرصوا على الشهرة ولا على المسؤولية ولا على أن فلان يحصل له من الصيت أكثر من غيره ولكن قاتلوا هؤلاء الأعداء واحتسبوا الأقر من الله جل وعلا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم وأن الله تعالى ناصركم وأن الله تعالى مؤيدكم ولا يخفى عليه حالكم ما دمتم صادقين معه فإن الله جل وعلا يؤيد الصادقين هذا مكان درسنا ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وجه